من جانبه أعرب وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعاً شكره وتقديره للرئيس السيسي على العناية الكريمة بعمارة بيوت الله لتصبح منارة عظيمة لنشر صحيح الدين أترجه باسمي واسم جميع أئمة الأوقاف والعملين بها بخالص الشكر والتقدير والامتنان لسياداتكم على عنايتكم الكريمة بعمارة بيوت الله عز وجل مبناً ومعناً لتصبح منارات عظيمة لنشر صحيح الدين تسهم في بناء الإنسان والأوطان وتدعم حق العيش الإنساني المشترك